بسم الله تمارين حول درس الحساب المتلتي لمستوى السنة الثالثة أعدادي الموسم الدراسي 2015-2016 يلا الآن انظر معي إلى التمرين المولي بسط التعابير التالي أطبس لكتابة E و F و J يلا نقل هذه المعلومات في دفتريك ثم أنجز التمرين كالعادة أوقف تشغيل الفيديو ريتما تنتهي من إجاز التمرين وسنلتقي بعد قليل لمناقشة الحال يلا سأنتظرك سوف ينتهي تمكننا أن نبدأ عملية صحيح يلا على بركة الله يلا نبسط الكتابة E إذا نظرت مليا إلى هذه الحدود المكونة لهذه الكتابة الرياضية تجد أن هناك علاقات بين الزوايا المدرجة هنا بحيث الزاوية التي قياسها 72 درجة كان زاوية أخرى مرتبطة بها في رأيك ترى ما هي نعم هي الزاوية التي قياسها 18 درجة لاحظ جيدا 72 درجة يلازلنا على 18 درجة تعطينا 90 درجة لاحظ مرة أخرى هنا 26 درجة و 64 درجة مجموعة ما يسوي كان نعم يسوي 90 درجة إذا نمكننا نحوله السينوس إلى الكوسينوس إذا كنا نتوفر على زاويتين متتامتين أي مجموعة قياسيهما 90 درجة تبقين إذا نكتب نخليوا مرحلة تتحويل تل مرة السطر الموالي سنكتبوا فقط الآن أو سنعيدوا ترتيب هذه الحدود بهذه الكيفية زائل 11 كوسينوس مربع 26 درجة زائل 11 كوسينوس مربع 64 درجة إذا لاحظت تمانياً هنا كان واحد العامل مشترك ترى ما هو في هنا هو العدد خمسة نستطيع نعمله بنا نكتب خمسة عامل لسينوس مربع 72 درجة زائد سينوس مربع 18 درجة زائد هنا أيضاً عامل مشترك آخر ترى ما هو نعم هو العدد 11 نعمل به عامل لكوسينوس مربع 26 درجة زائد كوسينوس مربع 64 درجة يساوي الآن نطبق فكرة تحويل السينوس إلى الكوسينوس بحل مثلاً سينوس 72 درجة مقدر نكتبه كوسينوس نعم كوسينوس 18 درجة ونضع الأس ديالنا اللي لدينا سابقاً زائد سينوس مربع 18 درجة نفس الشيء بنسبة لكوسينوس 26 درجة قدرون نعوضه بسينوس مادا نعم سينوس 64 درجة زائد كوسينوس مربع 64 درجة نعوضه بسينوس مربع 18 درجة يساوي ماذا؟ نعم يساوي واحد وهنا أيضا هذا المجموع يساوي ماذا؟ نعم يساوي واحد دائما سينوس مربع ألفا زائد كوسينوس مربع ألفا يساوي واحد تفقين وخمسة زائد 11 تساوي 16 انتهى نواصل نشوف الآن مثل موالي انظر مليا هنا إلى هدي الأعداد أو هدي الحدود انظر هنا عندنا هنا 23 درجة هنا هي الزاوية التي تتمها بحيث يكون مجموع 90 درجة موجودة هنا أيضا نعم الزاوية التي قياسها 67 درجة هم الزاويتان متتامتان 23 درجة إلا زنا عليها 67 درجة سوف نضع هذا الحد ونضعه بجانب الحد الأول في انتظار المرحلة الموالية ثم انظر هنا هنا لدينا 33 درجة وهنا لدينا 57 درجة ولمجموع يساوي الكام؟ نعم يساوي 90 درجة من هنا تأتي فكرة كتابة هذا المجموع بهذه الطريقة إذا 11 على 3 سينوس مربع ثلاثة وإشانة درجة ونضعه بجانبها 11 على 3 سينوس مربع مربع 67 درجة في مجموع الجبري يمكن تغيير ترتيبة حدودة شريطة أن يحتفظ كل حد بالإشارة التي تسبقه بمعنى عندك الحق تكتب الحدود كيفما تشاء بشرط كل حد يبقى محافظ على الإشارة إذا هنا عامل مشترك كما ترى ذلك بالوضوح وهو 11 على 3 وهذا هو العامل المشترك نعمل به 11 على 3 عامل لسينوس مربع ثلاثة وإشانون درجة زائد سينوس مربع 67 درجة ثم بالنسبة الجبري الثاني عامل مشترك الذي هو ناقص 7 على 2 سنقوم بناقص 7 على 2 سنكتبه ناقص 7 على 2 عامل لماذا؟ ماذا سنكتب؟ نعم سينوس مربع 33 درجة زائد سينوس مربع 57 درجة لأننا عملنا كما قلت بناقص 7 على 2 نواصل الآن تبقى الخاصية لشنا؟ زاويتين متتمتين إذا كانت زاويتين متتمتين فإننا جيب إحداوما وجيب تمام الأخرى أو سينوس إحداوما هو كوسينوس الأخرى إذا نعود سينوس 23 درجة بكوسينوس ماذا؟ نعم بكوسينوس 67 درجة ثم نضع الأس ديالنا اللي عندنا سابقة زائد سينوس مربع 67 درجة ناقص 7 على 2 ثم نعود سينوس 33 درجة بكوسينوس الزاوية التي تتميمها وهي الزاوية التي تقياسها 57 درجة ثم نضع لقوس 2 اللي كان عندنا أصلا زائد سينوس مربع 57 درجة الآن هذا المجموع كما تعلم يساوي ماذا؟ نعم يساوي واحد والمجموع الثاني يساوي واحد أيضا إذا سنكتب 11 على ثلاثة في واحد ناقص 7 على ثلاثة في واحد نواحد المقامي ما هو مقام واحد نعم وستة بطلع لنا نهاية 22 على ستة ناقص 21 على ستة والفرق هو العدد واحد على ستة مرة الأخرى سنقوم بنفس الملاحظة التي قمنا بها سابقا انظروا جيدا هنا هنا اربعة واربعون درجة هنا ستة واربعون درجة قياسي زاويتين متتامتين المجموع كما ترى يساوي تسعون درجة هنا ستة وثمين درجة هنا اربع درجات والمجموع يساوي تسعون درجة اذا تنجنت دير ستة وتمانون درجة وواحد على تنجنت ماذا؟ واحد على تنجنت اربعة درجة اذا كان لدينا زاويتين متتامتين فان ظل احدهما اللي هو تنجنت ظل احدهما هو مقلوب ظل اخرى اي واحد على تنجنت الاخرى تفقين؟ وفي نفس الوقت هنا سنحاول تخلص من الجدل المربع من المقام نكتب النتيجة التالية 10 على جدل المربع خمسة نكتبها 10 جدل المربع خمسة على خمسة بعد التخلص من الجدل المربع من المقام نضع بجانبها 2 جدل المربع خمسة كوسينيوس مربع 46 درجة ناقص جدل المربع عشرون نكتبها 2 جدل المربع خمسة والطنجنت 6 و 8 درجة هي واحدة على طنجنت 4 درجة 86 يجب عليها 4 درجة تعطينا 90 درجة اذا اختزال نقص ناقص 2 جدل المربع خمسة نبسطوا الان هذه الكتابة 10 على 5 وهي العدد 2 جدل المربع خمسة هذه هي كوسينيوس مربع 44 درجة زائد 2 جدل المربع خمسة كوسينيوس مربع 46 درجة ثم ناقص 2 جدل المربع خمسة لذلك إذا نظرت ماليا إلى هذه الكتابة نجد أن هناك حامل مشترك نعم 2 جدل المربع خمسة سوف نرى هذا هو العامل المشترك الذي كان لدينا من هذه الكتابة نعمل كوسينيوس مربع 44 درجة زائد كوسينيوس مربع 46 درجة ناقص 2 جدل المربع خمسة يساوي 2 جدل المربع خمسة الآن نحول كوسينيوس إلى سينيوس كوسينيوس 44 درجة والسينيوس ماذا؟ نعم والسينيوس 46 درجة ونبع الأس لدينا أصلا زائد كوسينيوس مربع 46 درجة ثم ناقص 2 جدل المربع خمسة إنا المعارين إذا نطبق القاعدة العالمية كوسينيوس مربع 24 درجة يمسح 1 أو السينيوس مربع ونقص 2 جدل المربع خمسة ناقص 3 جدل المربع خمسة 2 جدل المربع خمسة كما تعلمaba 2 جدل المربع خمسة ناقص 2 جدل المربع شدل المربع خمسة ولان Tage كذا أنجزنا المثال انتهى هذا التمرين من إعداد أستاذ عبدو إعدادية الصفاء من ركش إلى اللقاء